مغادرة الرئيس هادي للرياض بالتزامن مع وصول الموفد الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ رسالة واضحة وصريحة لرفض الحكومة خطة كيري ومشروع اتفاق مسقط في المرة الاولى رفض هادي والحكومة استلام نسخة من خطة كيري وفي المرة الثانية اعتذر هادي والحكومة عن استقبال ولد الشيخ في الرياضة واليوم يغادر هادي الرياضة الى عدن وهو بذلك يهدف للتخلص من اي ضغوط قد تنجم عن عدم استقباله لولد الشيخ للمرة الثانية كما انه يهدف فيما يبدو لعدم احراج السعودية وتجنيبها ضغوطا من الجانب الامريكي بناء على موقف هادي ومحاولة اظهار ان هادي وحكومته هي الطرف المعنى بالتسوية في اليمن وان المملكة لا تمارس ضغوطا على هادي وانها تتحرك كطرف ثالث وان كل تحركاتها ومواقفها هي استجابة لما يطلبه هادي وفريقه ولد الشيخ يجري ترتبات هو الاخر وبات مطمئنا للدعم الامريكي لخطواته وعقد مجموعة من اللقاءات مع مكونات سياسية تحت لافتة الطريق الثالث بالاضافة لما يعرف بتكتل نساء التوافق من اجل السلام بالامس استبق ناطق ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام وصول ولد الشيخ للرياض بالقول انهم غير راضين عن اداء المبعوث الاممي وانهم متمسكون بما اسمه اتفاق مسقط وان نجاح التسوية مرتبط بالطرف الاخر محاولة استثمار الفترة المتبقية للديمقراطيين في البيت الابيض لتحقيق انجاز تسوية للملف اليمني بطريقة مشوهة لا يدعو امام الحكومة الا محاولة التملص والبحث عن مخارج مؤقتة للتخلص من الضغوط واعادة التفكير جيدا في ادائها الميداني والمؤسسي والتحرك بطريقة اكثر فعالية لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب اشتركوا في القناة